فعلاً فعلاً الأكل ممكن يسبب مرض معين في القلب يعني فعلاً علمياً أساس المرض التصلب الشرين والزبحات الصدرية والجلطات وتوقف القلب كلها كوليستيرول نتيجة ليه ترسبات كوليستيرولية وجاي غالباً من نظام الأكل سواء ده بقى عنده استعداد وراسي إنه هو الكوليستيرول اللي عنده يعلى أو ما عندهوش فبالتالي الكوليستيرول يعلى برضو يأثر نعم فعلاً أنا كنت في حلقة من قريب وكانوا بيقولوا إنه كوليستيرول وراسي مالوش علاقة بالأكل ولا الكلام ده غلط بعض الحالات الوراثية الكوليستيرول فيها بيبقى عالي قوي حتى الهورفاية حتى الهورفاية بيجوش دعم السمنة السمنة دعم الخطورة تاني لما الكوليستيرول اللي واحده دعم الخطورة لوحده وكت لها الهورفاية الكوليستيرول بتاعه مثلاً 400 كلما الكوليستيرول يعلى كلما نعرف إنه فيه سبب وراسي أو سبب عائلي موجود في الأسرة لأ نسبته بقى كام؟ ده كله بنحدده على حسب بقى النظام الغذائي على حسب تمثيله للكليستيرول داخل الجسم على حسب الأدوية في يوهد أدوية تعاليなので كوليستيرول يعني الحاجات دي والكوليستيرول من العوامل الأساسية اللي بتسبب انسداد الشرايين العوامل الوحيد يمكن الأساسي الوحيد الأساسي اللي يسبب ايه بقى يا دكتر جلطا؟ تصلوا بالشرائين تصلوا بالشرائين بعض الحاسد التدريوع للجلطات ومشاكل القلب المختلفة نعم